بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليها أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال ثلاثة اليوم نستكمل الحالة الموسعة بإذن الله سنتحدث عن الحالة الموسعة وكيف نقوم بعمل القيود وآدات سورفا كما ذكرنا نحن عملنا على هذا المشروع على حالتين حالة الأولى إنشاء الجدول لبيانات الحالة الأساسية وكذلك وجدنا البيانات أو سنعمل على إيجاد التقرير المناسب أو الهداف المناسبة للحالة الموسعة ذكرنا أن جميع أراق العمل تحتوي على خلايا متغيرة وكذلك ثوابت وأيضا عمليات حسابية وقائمة داخل وكل من هذه الأقسام سيكون هناك عمل تقوم به بعد أن تنجز جميع الأقسام الأربعة بهذا الترتيب ستكون جاهز للدخول في القيود وإضافتها لأداة سولفر إذن نستعرض هذه الصور للأقسام ذكرنا القيود بإمكانك عمل القيود بشكل ورقي وإضافة خارج سولفر تكتب هذه القيود بحسب التعليمات الصادرة من الإدارة التسويق أو الخبراء كما ذكرنا لدينا قيود للحالة الأساسية وطبقناها واليوم بإذن الله سنطبق القيود للحالة الموسعة اختلفت بالتأكيد القيود بناء على متغيرات ووجهات نظر لمجموعة صغيرة من مدراء التسويق وذكرنا سنقوم بإذن الله في هذا الدرس على تطبيق الحالة الموسعة إذن سنعد وقمنا بإعداد الورقة سابقة وكان لدينا بعض التعليمات أن سنرفع الطاقة الاستيعابية للسيارات الكهربائية والسيارات الصغيرة وانخفاض الأنواع الأخرى إذن سيارات الكهربائية ارتفعت من 10 ألاف كحد أقصى إلى 80 ألف كذلك السيارات الصغيرة من 20 ألف إلى 30 ألف أما السيارات الأخرى انخفضت الطاقة وبالتالي ستختلف بالتأكيد المعطيات كذلك بحكم أن السيارات الأخرى انخفضت إذن ستزداد تكلفة تصنيع السيارة الواحدة لماذا؟ لأن حجم التصنيع لهذا النوع اختلف أو قل وبالتالي ستزداد أصبحت 131.250 ريال للسيارات الشاحنات أما السيارة متعدد استخدام أصبحت 120.138 لسيارات السيدان أما السيارات التي قمنا بتطلق لزيادتها بالتأكيد ستنخفض التكاليف الثابتة عليها مثلا السيارات الكهربائية من 131 انخفضت إلى 138 إلى 108 كذلك السيارات الصغيرة انخفضت إلى 97.500 بحكم أننا رفعنا الطاقة الاستيعابية والطاقة القصوى لإنتاج هذه السيارات وبالتالي ستعطينا فرصة لخفض التكاليف المتوقعة من هذه السيارات إذن بناء على هذه التعليمات ستختلف القيود التي سنعمل عليها وسننتقل للتطبيق العامل عليه إذا ستختلف بناء على التعليمات لذلك القيود الموجودة في الحالة موسعة سنطبيقها وبعد ذلك ستعطينا نتائج هذه الحالة إذن نلاحظ هذه المعلومات التي تم تغييرها هي أسعار الشاحنات نلاحظ الاختلاف كذلك التكاليف اختلفت وأيضا الطاقة والقدرة الانتاجية اختلفت بناء على التعليمات التي وردت من مجموعة صغيرة من مدرأ نلاحظ شاحنات أصبحت 20.000 السيارات المتعددة 50.000 السيدان 20.000 الصغيرة 30.000 والكهربية أصبحت الطاقة القصوى 80.000 بناء على التعليمات كما ذكرنا قمنا بتغييرها أيضا بالنسبة للتكاليف كذلك تغيرت بحكم أن السيارات الطاقة اختلفت أيضا تكاليف ستختلف مثلا الشاحنات أصبحت 131.250 المتعدد استعمالات 120 أيضا السيدان 138 الصغيرة 97.500 أما الكهربائية 108.750 مقارنة بالحالة التي اختلفت بحسب التعليمات كما ذكرنا والتوقعات المختلفة الآن سنذهب بالتأكيد بعد أن قمنا بتعديلات المطلوبة من قبل إدارة التسويق سنطبق كما طبقناه في الحالة الأساسية وهو أن نلجأ إلى سولفر ونضيف القيود بعد ذلك تعمل سولفر على إيجاد الحلول وبالتأكيد ستعمل على تغيير الخلايا المتغيرة نبدأ أولا كما تعلمنا نحدد الخلية المستهدف ما هي الخلية؟ ما هو الهدف؟ هو بالتأكيد هامش الربح الإجمالي نضع ماكس ونضع الخلايا المتغيرة ونحددها كما حددنا في الحالة الأساسية نحدد هذه الخلايا المتغيرة من بي أربعة إلى بي ثمانية وبالتالي تحددات لدينا الآن من خلال الآد سننتقل إلى القيود نتأكد أنا على ماكس لنبحث أكبر قيمة إذن نبدأ في إعداد القيود كما عدينا في الورقة السابقة إذن بي أربعة وهي عد الشاحنات إذن أكبر من أو تساوي عشرة آلاف إذن الحد الأدنى لعد الشاحنات اختلف من عشرين ألف إلى عشرة آلاف سنضيف هذا القيد جميع القيود اختلفت لذلك يجب أن تنتبه لكل حالة وقيودها كذلك البي الأربعة أصغر من أو يساوي الحد الأقصى وهو عشرين ألف إذن لا يمكن أن نتجاوز العشرين ألف إما أن نكتب أو نحدد الخلية التي فيها الحد الأقصى وهي بالتأكيد بي ثلاثين سنكتب بي ثلاثين أو نحددها من خلال النقل كذلك عدد السيارات المتعددة استعمالات بنفس الطريقة سنقوم بكتابة عشرة آلاف إذن بي خمسة تساوي أو أكبر من عشرة آلاف سنضيفها بعد ذلك أيضا نضيف الحد الأقصى بي خمسة لابد أن لا تزيد عن الحد الأقصى وهو خمسون ألف سيارة إذن نحدد بي واحد وثلاثين إذن لن تتجاوز هذا الخلية كذلك في السيدان نفس الطريقة بي ستة أكبر من أو تساوي عشرة آلاف وهو الحد الأدلة ونضيف كذلك ونعمل على القيد الآخر وهو بي ستة لا تتجاوز أيضا ثلاثين ألف بالنسبة للسيارات أو عشرين ألف بالنسبة للسيارات الصغيرة السيارات السيدان أما السيارات الصغيرة هي ثلاثين ألف كحد أقصى وحد أدنى أيضا عشرة آلاف أو عشرين ألف سنعمل على إضافة نفس التعليمات الواردة ستختلف التعليمات بناء على توجيهات إدارة التسويق كما ذكرنا إذن الحد الأدنى للسيارات الصغيرة هو عشرون ألف نضيف هذا القيد كذلك الحد الأعلى هو ثلاثون ألف إذن سيكون إنتاج ما بين العشرين إلى ثلاثين ألف سيارة للسيارات الصغيرة إذن بي سبعة أقل من أو يساوي بي ثلاثة وثلاثين والذي يمثل الحد الأقصى للسيارات أو لقدر أن تجيه القصوى للسيارات الصغيرة كذلك السيارة الكهربائية لدينا حد أدنى وحد أقصى إذن بي ثمانية أكبر من أو تساوي عشرين ألف هو الحد الأدنى والحد الأعلى كما ذكرنا هو موجود في بي أربعة وثلاثين وهو بالتأكيد ثمانين ألف سيارة إذن بهذا أضفنا جميع القيود في الحد الأدنى والأقصى الآن كما عملنا سابقا لابد أن تكون خلايا متغيرة هي عبارة عن عداد صحيحة إذن نحدد الخلايا ومن ثم نختار INT وبالتالي لا يمكن مثلا أن تصنع نصف سيارة أو سيارة ونصف وبالتالي لابد أن نضع هذا القيد أيضا لدينا قيد وهو ما يتعلق في متوسط الاستهلاك للوقود لدينا قيد أيضا ما يتعلق في الأرباح الوقود إذن نحدد الخلية ونضع أنه أكبر من أو يساوي 16 كيلومتر لكل لتر من الوقود نضيف هذا القيد أيضا هامش الربح الإجمالي أو النسبة 30% 0.30 إذن لا يقل عن 30% أو تساوي 30% كذلك أي قيد يتم إعطائك إياه من قبل إدارة سوى لابد أن تضيفه من خلال cancel ونتأكد أنه أيضا على نفس الخيارات non-negative بمعنى لا قيم سلبية لا نبحث عن قسائر وكذلك GRG ما يتعلق في المعيار الآخر في options بعد ذلك بالنقر على solve ستذهب أداة solver إلى إيجاد الحلول نلاحظ solver found solution وبالتالي نختار على الريبوت ومن ثم سيتحول إلى التقرير أو الإجابة لهذه الحالة الموسط نلاحظ تم تغيير خلال متغير أصبحت شاحنات 20 ألف عدد سيارات مستهدون 50 ألف وصولا إلى عدد ستذكر ربي أصبحت 61 ألف ومئة واثنى عشر سيارة يعني تغيرت المعطيات تغيرت أيضا السيارات المنتجة والمباعة كذلك نلاحظ معدد استهلاك أكبر من 16 و 21.97 كيلو لكل لتر كذلك نسبة هامش الربح لم تقل عن 30% وهذه كما تعلمنا هي قيود من قبل إدارة التسويل نلاحظ أيضا التكاليف وعملات حسابية ما يتعلق في الشاحنات الإرادات تغيرت بحكم قلة حجم السيارات المباعة أما نلاحظ سيارة ربي ارتفعت الإرادات بحكم أننا زدنا في عملية التصنيع كذلك بالتكاليف ستختلف كما ذكرنا تكاليف التصنيع وبحكم هذه القيود التي تم توجيهك إياءها من قبل إدارة التسويل بهذا أصبح لدينا ريبورت أو لدينا إجابات للحالة الأساسية والحالة الموسعة الآن المشروع أصبح لديك تصور عنه أصبحت لديك نتائج بإمكانك الوصول الآن إلى إجابات أو مخرجات تستطيع من خلالها كتابة تقرير وتقدمه للمدراء في التسويق أو الإدارة توضح الأوضاع التي سنمر بها والتكاليف المتوقعة ونسبتها مش الربح وكذلك عدد السيارات التي سيتم تصنيع سواء شاحنات أو غيرها وأيضا بالتأكد من أن معدل استهلاك موافق للتعليمات التي ذكرناها في بداية المشروع لا تقل عن 16 كيلومتر لكل لتر وكذلك نسبة هامش الربحة الإجمالية إذن كما ذكرنا في بداية الفصل الثاني أن عداد سولفر مفيدة أيضا في عداد تقارير إذن سنتعلم بإذن الله في الدرس القادم كيف نستفيد منها في عداد تقرير وأيضا تقديمه للمسؤول لكي يتخذ القرار الصحي إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن المتابعة والسلام عليكم